ما إن تهدأ جبهة تعز العسكرية حتى تعود جبهتها الأمنية إلى الواجهة ومن باب الموت المجاني تطل المدينة المحاصرة على هذه الهيئة تفجيرات واشتباكات وعملية قتل تخفي وراءها قتلة منفلتين تدفقوا إلى أحياء المدينة وشوارعها بغرض زعزعة الأمن وضرب أي محاولة لتطبيع الحياة وما بين جبهة القتال ضد ميليشيا الحوثي وملاحقة العناصر المسلحة المنفلتة تدور تعز في متاهة الحرب والمواجهة في ظل سلطات تفتقر للإمكانات وقيادة غائبة وصراع سياسي أقرب إلى المناكفات منه إلى أي شيء آخر في تفاصيل أحداث اليوم أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مصرف الكريمي في شارع جمال أدت وفق مصادر أمنية إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين بعضهم في حالة حرجة السيقظات مدينة تعز على فاجعة كبيرة في تمام الساعة 8 أو ربع في شارع جمال في هذا المكان بالداد على انفجار عبوة ناسفة في تمام الساعة 8 أو ربع وحدث بعض القرحة قيدت الحادثة ضد مجهولين لكن السلطات تعهدت بالتحقيق والكشف عن هوية زارعي العبوة ككل مرة تستيقظ المدينة أو تمسي على حادثة مماثلة تل الانفجار اشتباك مسلح بين مجاميع منفلتة بزي مدني في نفس الشارع وكأن حادثة العبوة تلك لا تكفي لسفح نهار تعز بالدم يقول شهود عيان إن مدنيا استشهد جراء الاشتباكات بالإضافة إلى مقتل مسلح آخر أما رواية الأمن فغابت وحضر فقط التأكيد على أن حملة أمنية انتشرت وسط المدينة لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون يرى مراقبون أن هذا الانفلات سببه تنازع تشكيلات عسكرية مسلحة مختلفة في الإيدولوجيا للسيطرة على تعز وهما يقود إلى اشتباكات من وقت إلى آخر وأمام هذا كله تقف المؤسسة الأمنية في تعز عاجزة في وضع حد لهذا الانفلات ويرجع مسؤولون ذلك إلى تقاعس الحكومة الشرعية والتحالف عن إعادة بناء عمل المؤسسة الأمنية وهو أمر إذا ما أحيط بدعم كامل قد يساهم في تقديم نموذج إيجابي لإدارة الدولة في المناطق والمحافظات المحررة ترجمة نانسي قنقر